كيف تستعملي الألوفيرا؟ بتخلي النبتة أول إشي تتصافة من المادة السامة الصفرة بعدين تخصليها كتير منيح وبتشيلي الشوك عنها شايفين هذا الأبيض اللي جواها هذا هو المنية الألوفيرا إلها كتير فوعيد عشان هيك دائماً منشوفها في منتجات العناية بالشعر والبشرة الألوفيرا ممتازة كتير لعلاج حب الشباب لأنه مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات كمان بيقلل من علامات تقدم بالسن لأنه فيه أنتي أكسيدنس وفيه فيتامينز مثل A, B, C و E كمان فيه سكريات يلي بتحفز إنتاج الجلد وتجدد الجلد وأهم إشي إنه بتقدر تستعملي لعلاج حروق الشمس وهو بعطي ترطيب كتير عاري للبشرة ممتازة للبشرات الجافة وكمان للبشرات الحساسة وبتقدر تستعملي كماسك عشارك ليعطي ترطيب للشعر زي ما أنتوا شايفين بعد ما شلت الشوك عنه جبت أشارها أشارته من جهة واحدة بعدين جبت معلقة وصرت أطول فيها كل المواد البيضة هاي المفيدة من الألوفيرا وحطها بصحن حاولي شيلي كل إشي من النبتة لتستفيدي منه المادة رح تكون هيك لزجة كتير فعشان هيك رح أجيب بلندر أو أي إشي لحتى أطحنها وخليها تصير سائلة أكتر عشان نعرف نستفيد منها أكتر تقدري حتى تعمليها بالشوكة بس أنا بفضل خلاط رح هلا أطحنها لعملها سائل ممكن يطلع معاك رغوة ما تقلقي بس تقعد عجنب وتهدى رح يروح كله ويصير سائل بعدين بتحطيها بمطربان لحتى تحافظ عليها هيك بيكون شكله وطبعا خبيه بالتلاجة لأنه هو بارد كتير الشعور تاعه أحلى وباقي النبتة بتخبيها بالتلاجة وقت ما بدك تعمليه فرش أحسن لك هلا أول شي رح أعمله فيه رح نعمل مست أو تونر للبشرة بكل بساطة بتحطي شوي من الألوفيرا في أنينة زي هاي بعدين بتقدري تحطي ويتش هايزل أو ماء الورد أو أي شي انتي حاب بتحطيه معه بتحطيه مع بعض بتخلطيه وكمان انتي بتقدر تضيفي زيوت مثلا مثل زيت التيتري أويل أو الورد أي زيوت أو روايح بتحب تحطيها تقدر تضيفيها عليه بكل بساطة بترشي منه وقت ما بدك أو تقدر تستعمليه كتونر على بشرتك طبطبي طبطبي رح يعطيك انتي عاش وبرودة وترطيب للبشرة كمان تقدر تستعمليه كماسك على شعرك لأنه الألوفيرا زي ما حكينا فيه مضادات للبكتيريا والفطريات بساعد علاج للإشرة على الشعر كمان تقدر تستعمليه ليأويلك شعرك وكمان بيعزز نمو الشعر وبيهدي فروة الراس وأحلى تجربة جربتها بالألوفيرا اني أنا عملت من قطني السيطة على شكل آي باتشز وبتغمسيها بالألوفيرا البارد وبعدين بتحطيها تحت عيونك يا الله ما أحلى الشعور البرودة اللي بيعطيها لتحت العيون كتير حلوة وبساعد يخفف من الانتفاخات وبعطيكي شعور كتير حلو بالترطيب فهاي لازم تجربوها عن جد عن جد حلوة بتقدري كمان من النبتة نفسها تقسمي شقفتين وتقسميها من النص وتعملي فيها تدليك لبشرتك بتعملي فيها تدليك من جوة لبرة عشان هيك تشدي البشرة لبرة فشعورك كتير حلو بتساعد كتير تبردك وجهك وتعمل له ترطيب كمان هذا المساج بساعد لك بشرتك كتير دائما نعملي حركات باتجاه بره و ركزي على مناطق الحبوب أنا بشرت يصر لأسبوع عم بطلع الحبوب على دقني فالالوفيرا راح يساعد يطهر هاي الحبوب ويساعد بعلاجها أسرع كمان تقدري تعملي ماسك كتير سهل للبشرة بس جيبي ورق مطبخ قصي فتحات لعيونك ولتمك ولمنخارك غمسي بمادة الالوفيرا الباردة من التلاجة بعدين حطيه على وجهك خليه لمدة 10 دقائه بعدين شلي تخليه رشين شافي كتير على بشرتك راح تحسي برطوبة كتير حلوة و اذا ظلتك تعمليه لمدة 5 تيام وربعه راح تشوفي تفتيح واضح على بشرتك تقدري كمان تعملي خلطة بالبيت لإزالة المكياج بكل بساطة بتجيبي الالوفيرا بتحطيها بكاسة بعدين بتضيفي على الالوفيرا شوية زيت زتون و كمان شوية مي بتخلط الخليط كتير منيح وبتغمسي فيه قط مي عشان تستعمليها لتشيلي كل المكياج راح تشوفو ما اسهل بشلك المكياج خصوصا اللونجلاستينج لبستيكس والالوان الغامة زي الأحمر هو بساعد الجلدي بشكل عام فإذا انت عندك مشاكل حروق من الشمس بالصيف على بشرتك أو حتى نشفان في ايديكي أو بجلدك تدري بكل بساطة تدهني على جسمك و آخر شي بتقدري تستعمليه كمثبت لحواجبك لأنه قوامه مثل الجل فبتقدري تجيبي فرشاة يتنطفيها من المسكارة وتحطيه على حواجبك تعملي فيهم ستايلينج بيثبتلك إياهم طريقة كتير حلوة ترجمة نانسي قنقر